موسيقى أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم وأنا أجد اللقائي بكم عبر حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي المدى استاديوم حلقة هذا اليوم سيكون الحديث فيها عن الجولة الثامنة لدور الكرة الممتاز وأيضا بعض الأمور التي تتعلق بأنديتنا وأيضا هناك تغطية لحمادي أحمد حقيقة ولقب أفضل لاعب آسيوي من خلال السوشيال ميديا بشكل مبسط أيضا وأراء البعض من أهل القوة الجوية أيضا هناك هذا اليوم تظاهرات لبعض من جمهور نادي الزورة أمام بوابة النادي أيضا كاميرا البرنامج كانت حاضرة كل هذا في حلقة هذا اليوم مع ضيفي الحلقة وهما كل من الكابتن علي وهيب مساء الخير وأهلا وسهلا بك مساء الخيرات كابتن جبار الأخوة الحاضرين المقيمين العاملين على الستوري شكرا جزيلا كابتن علي أيضا رحبوا معي بالكابتن جبار هاشم مساء الخير وأهلا وسهلا بك مساء الخير فرصة طيبة نلتقي بكم مرة ثانية أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام فاصل ونواسط أمين وسر اتحاد الكرة الدكتور صباح رضا يؤكد أن منتخبات عربية وأجنبية وافقت على اللاعب في العراق في حل رفع الحظر المفروض على ملاعبنا الكروية عضو الاتحاد المركزي لكرة القدم فالح موسى يبين أن الاتحاد قرر إضافة لاعب محترف ثالث للأنديا المشاركة بدور الكرة المنتاز بعد أن يعتمد السماح لمحترفين اثنين في بداية الموسم الحالي رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة طه عبد حلاتة ينتقد عملية تقديم بعض أعضاء لجنته استقالتهم بعد الانعكاسات السلبية التي أعقبت مباراة نديا ساخو وأمانة بغداد مدرب كرة أمانة بغداد أحمد خلف يصف فريقه بأنه رقم مميز في الدور وبات ينظر له بشخصية مختلفة بعد مرور ثمانية أدوار دون خسارة محتلا المركز الثاني في جدول الترتيب موسى إدارة نادي الشرطة الرياضي تشيد بالإنجاز الكبير للعبة النادي فاطمة سعد التي أحرزت الوسامة البرونزي في بطولة العالم بالقوس والسهم موسى فريق الميناء بكرة السلة يحقق الفوز على مستضيفه فريق الخطوط بفارق 26 نقطة في المباراة التي جرت على قاعة الشعب المغلقة ضمن منافسات الدور الممتاز للعبة موسى من دور اللعبة الممتاز للموسم الحالي بعد هذه المجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة ندخل في تفاصيل موضوع حلقة هذا اليوم عبر تقرير هشام علي انطلاق جديد لعجلة دور الكرة الممتاز عقب توقف دام لأكثر من 20 يوما عشر مباراة شهدتها الجولة الثامنة نبدأها من مباراة يوم الجمعة اذ التقى وصيف دور الموسم الماضي نفط الوسط بضيفه حامل لقب النسخة الماضية من المسابقة الزوراء ونجح المستضيف في الحفاظ على صدارته معمقا جراح ضيفه بالفوز عليه بهدف وحيد متمسكا بصدارته حتى نهاية هذه الجولة كون منافسه على الصدارة امانة بغداد حقق نقطة واحدة اثرت عدله مع ضيفه القوة الجوية بهدف لكل منهما واستمر نادي الميناء البصري بملاحقة المتصدر ووصيفه بتفوقه على ضيفه القادم من الشمال زاخو بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد نادي النفط وابناء الشاطر حسن نجحوا في العودة الى سكة الانتصارات عبر بوابة ضيفهم السماوة بثلاثية نظيفة واضافوا لرصيدهم ثلاثة نقاط ليصبح احدى عشرة نقطة بالمركز السادس ومباراتين مؤجلتين درب الجنوب جمع ناديين نفط ميسان صاحب الارض والجمهور بضيفه الوافد الجديد لدور الاضواء البحري القادم من البصرة انتهى لمصلحة المستضيف باربعة اهداف مقابل هدفين ليتقدم الى المركز العاشر في جدول الترتيب بفارق الاهداف عن اربيل التاسع اخر مباريات يوم الجمعة جرت على ملعب الشعب الدولي الذي احتضن المباراة التي جمعت ناديي الطلبة بضيفه الشمالي نادي اربيل انتهت كما بدأت بتعادل سلبي وحصول كل منهما على نقطة واحدة ليستقر الطلاب بالمركز الخامس في جدول الترتيب مباراة يوم السبت شهدت عودة نادي الكهرباء ومدربه الجديد عباس عطية بنقطة ثمينة من ارض مضيفه النجاف في مباراة انتهت بالتعدل الايجابي بهدفين في كل المرميين فريق نفط الجنوب يحقق فوزه الاول عقب ستة تعادلات على حساب ضيفه صاحب المركز الاخير في جدول الترتيب نادي كربلاء بهدفين مقابل هدف واحد ليصعد الى المركز الثامن برصيد تسع نقاط وبفارق الاهداف عن نادي اربيل ونفط ميسان مباراة البحث عن الذات كانت بين نادي الكرخ والحسين التي لم تغير نتيجتها شيئا من مراكزهما في سلم الترتيب وانتهى اللقاء بالتعدل الايجابي بهدف لكل الطرفين مباراة نادي الشرطة والحدود كانت الابرز يوم السبت في هذه الدولة وشهدت خمسة اهداف ثلاثة منها لمروان حسين الذي قاد القيثارة الخضراء للفوز على منافسه المتابر الحدود الذي سجل هدفين ليبقى بالمركز الثاني عشر برصيد ثماني لقاط وبفارق الاهداف عن الحادي عشر نادي الزوراء جولة اخرى من جولات الدوري الممتاز انتهت والمنافسة الطويلة ما زالت مستمرة والجولة التاسعة ستبدأ يوم غد الأربعاء فمن سيفوز ويبتسم له الحظ ويزيد غلته من النقاط ومن سيقف الحظ حجر عثر في طريق طموحه ويتجمد رصيده من النقاط لبرنامج المدى الساديوم هشام علي اذا بعد هذا الملخص في تقرير هشام علي اذا امكان استاذ فراس تعرض لنا النتائج في جداول حتى ايضا المجاهد يتابعها معانا نفط الوسط بهدف على ضيفة الزوراء النفط ايضا يقسو على نادي السماوة بثلاثية نظيفة نفط ميسان نتيجة جيدة حقيقة بفوزة على البحري بأربع هداف مقابل هدفين الطلبة يتعادل مع اربيل كربلاء يخسر على ملعبه امام نفط الجنوب وهو يعني هذا الفوز الاول لنفط الجنوب ايضا النتائج الاخرى اذا امكن الميناء يفوز على ضيفة زاخو بثلاث اهداف لهدف النجف يتعادل مع الكهرباء بهدفين لكل منهما امانة بغداد يعادل القوة الجوية بهدف لكل منهما الكرخ ونادي الحسين ايضا بهدف لكل منهما والشرطة يفوز بصعوبة على نادي الحدود بثلاث اهداف لهدفين ايضا اذا امكن جدول الترتيب استاذ فراس هذا جدول الترتيب نفط الوسط بفارق نقطتين عن امانة بغداد الميناء بالمركز الثالث الشرطة بالمركز الرابع الطلبة بالمركز الخامس وايضا الشرطة والطلبة متبقي لهما مباراة مؤجلة النفط مبارتين مؤجلتين بالمركز السادس النجف بالمركز السابع والنفط الجنوب مباراة مؤجلة بالمركز الثامن اربيل بالمركز التاسع نفط ميسان بالمركز العاشر نفس النقاط ما بين نفط الجنوب وأربيل ونفط ميسان لكن فارق أهداف الزوراء أيضا بالمركز الحادي عشر بثمان نقاط والحدود أيضا بثمان نقاط بفارق الأهداف بالمركز الثاني عشر القوة الجوية بثلاث مباريات بالمركز الثالث عشر البحري الحسين زاخو الكهرباء السماء والكرخ وكربلا يقبع في ذيل الترتيب بثلاث نقاط إذن بعد رؤيتنا لجدول النتائج تقرير هشام وجدول الترتيب نتحدث عن هذا الدور هذه الجولة بشكل إذا أمكن مختصر لأنه طبيعة الحلقة ستختصر على استعراض ما موجود ومناقشته عموما نبدأ مع كابتن علي بسم الله الرحمن الرحيم بداية نقول أن الحمد لله شكر الجولة كانت ممتازة جدا الشيء المهم بها أنه غزارة الأهداف كانت حاضرة في كل المباريات نعم لذلك لشيء توقعناه قبل الحلقة اللي تحدثنا بي عن الجولة الثامنة تقريبا أغلبها يعني كانت تسعين بالمئة منها توقعات توقعات لأن الواقع يفرض عليك أن تتوقع الشيء الممكن هناك فرق ممتازة جدا أدت بشكل جيد مباريات كانت نعم على فقر الحالة الفنية بها لكن أقول أنه هذا الموجود والموجود جيد حتى هذه اللحظة المدرب شيء يعمل يعمل لك أنه أكثر من عداد في موسم ما حد لذلك أعتقد أنه بداية موفقة للفرق اللي فازت الفرق اللي توقعناها تتعادل بالتأكيد تعادلت أيضا لأن ما يمتلكون مثل ما يمتلك الشرطة مثل مروان وغير من اللاعبين هذه الميزة اللي فرقت الفرق الجماهرية والفرق اللي فازت عن بقية الفرق الأخرى لذلك أقول أنه الوضع كان متاج جدا الجولات القادمة راح تكون أفضل فنيا إذا استمر الدوري بدون تأجيله هذا أمر أعتقد طبيعي جدا شاهدنا الأداء الفرقي للكل نعم دولا الوسط أو الوسط لكن أتمنى أنه الجولات القادمة راح يكون أفضل من خلال استمرارية اللاعب كابتن جبار بالنسبة لهذا الجولة حقيقة أنا راح أكز على الفرق الجماهرية فرق الجماهرية هذه الجولة لم يكن لها يعني ذاك المستوى المطلوب يعني واقعا الزوراء الشرطة طلب فضورها يعني كان ضعيف فضورها ضعيف يعني وهذا يعني ما يتنبع له معظم محللي أو متابعين كرة القادمة عفوا أنه الفرق الجماهرية بدأت تفقد حقيقة من بريقة بستثناء القوة الجوية يعني نقول أنه يحتاج يركز أكثر بالدوري تعرف الجوية جاي ما أخذ بطولة كأس الاتحاد الآسيوي ونشوة الفرحة لا زالت موجودة يحتاج مجهود لأنه حقيقة مبارات مؤجلة وأكيد رح تنضغط هذه المبارات رح يلقى صعوبة في مواصلة الحقيقة الفوز إذا لم الفريق حقيقي يجهز بجميع عناصره نحجع الزورة الزورة حقيقة مع الكابتن إصام حمد مبارات نفس الوسط يعني مدرب جديد وهي مؤدواته وحقيقة طر يعمل بها وهذه حقيقة مشكلة يعني فأعتقد رح يواجه صعوبة خاصة أكو مسألة يعني يعني رحمه الله امرأي نجبل غيبة عن نفسه كان مفترض من إصام أنه غير في واقع بعض الأحيان تغير الواجبات التكتكية طريقة التوظيف بس توظيف اللاعبين غيرها شوية هاية صار عليها مردود سلبي حقيقة يعني علام هاوي وراء المهاجمين وحيدر عبد الامير تركيزه في منطقة الوسط هو كان يحتاجه في منطقة الدفاع فهذه حقيقة يعني لم يظهر الزورة بمستر مطلوب الطلبة أيضا أمام فريق أربيل حقيقة فريق أربيل قدم مباراة كبيرة حقيقة يعني شاهدنا فريق أربيل لعب بتكتيك عالي ضغط على الفريق الخصم باستحوال بعض الأحيان يرجع للخلف الطلبة لم يكن بالمستوى مطلوب حقيقة ملاحظاتنا على السولة المحترف السولة وأبو كونية حقيقة محترفين أوزان يعني حقيقة ما شاء الله ما شاء الله يعني الكرش أكبر ونكرش فأعتقد يعني سبب حقيقة الطلبة أنه لم يحقق ثلاث نقاط بوجود هؤلاء اللاعبين لأنه كان دائما يلعب بدون محترفين يلعب بدون محترفين يلعب ياسر وستار ياسين وكرار ومصطفى الأمين لكنه شفناهم حقيقة غير متواجدين بالبداية ويهاي مشكلة مع المحترفين يعني صعب أنه أجي أختبر أو أعرف مستوى لاعب محترف في أثناء يعني يعني مستقر ياسر دي يسجلي أهداف ومستقر وحقيقة وضع ممتاز لكن عموما هي نظرة 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 خلية خاصة بالمدر طبعا وجهة نظر نرجع لفريق الشرطة حقيقة فريق الشرطة بكم هائل من النجوم لكنه ما قاعد يقدم شيء واقعا يعني فريق الحدود قدم مباراة كبيرة يسجل الشرطة يرجع الحدود عادل طبعا هي مباراة أقدر أسميها الحدود ضد مروان إحسين وليس الشرطة لأنه حقيقة مروان كان متميز في هذه المباراة نظر مزولة بديل سجل ثقاث أهداف الشرطة لم يكن بالمستوى مطلوب أو كل غز ما نعرف شنوة بهذه العناصر بهذا الوضع لم نشعر بحقيقة بحلاوة فريق الشرطة أعتقد يجب إعادة الحسابات وبالتالي يعني إذا ضل بهذا الوضع أعتقد الشرطة راح إذا ما أردنا أن نشخص فنيا المباراة الأفضل اللاعب الأفضل المدرب الأفضل توظيفا داخل مربعات المستطيل الأخضر على المباراة التي شاهدناها المنقولة حصرا شفنا المباراة المنقولة فقط هي قوة جوية وبغداد والحدود والشرطة اللي كانت طلبة أيضا طلبة وأربيل يعني هي كانت التوظيف لأغلب اللاعب خصوصا فرق الضعيفة اللي أقول أنه لعبة أمام فرق قوية فرق تمتلك عناصر منتخب بطنية عناصر محترفة ممتازة جدا لذلك أرى أنه يمكن أحمد خلف بستتوظف فريقه بشكل ممتاز جدا أمام القوة الجوية مضفر أيضا عاد النعمة وظفوا فريقهم بشكل ممتاز على الرغم من قلة الإمكانات الموجودة لديهم سواء كان من الناحية الفنية للعليهم أو من الناحية المالية لذلك أرى أن هؤلاء الثلاثة كانوا جيدين جدا مقارنة بما يمتلكه الفرق الثلاثة اللي قابلوه طيب كابتن جبار خلينا مثلا نتكلم على نادي الزوراء تحديدا لأنه اليوم حقيقة تظاهرات تابعناها وراح نشوفها إن شاء الله نادي الزوراء كنا نتوقع أنه وتكلمنا في الحلقة الماضية قبل المباريات أنه ممكن أي تغيير رح يكون تغيير إيجابي على روحية الفريق على أقل تغيير في البداية ممكن على المستقبل البعيد أو القريب يبين آثار هذا التغيير اليوم التظاهرات على وفق النتائج على الإدارة حصرا الفريق كرة القدم حقيقة عزله عزل تام إنه ما لنا علاقة ندعم فريق كرة القدم احترامنا للجميع نتحدث عن نادي الزوراء حقيقة نادي الزوراء يمر بظروف عادة نشوفه نحن فرقنا من ياخد دوري الموسم الثاني يهبط مستوى بشكل كبير يعني أنا كنت أتمنى طبعا إدارة الزوراء إدارة محترمة حقيقة نعم الكابتن يعني فلاحسن يعني تعرف رجل صاحب إنجازات واسم معروف في الرياضة العراقية لكنه واحد وحدة فلاحسن وإدارة تعرف يعني دعش رئيس نادي وعشر أعضاء فأعتقد القرار غير مرتبط فقط فلاحسن أنا أعدي ملاحظات عادة نشوف الإدارات لا تستفاد من قضية إنه وجود اللجان الفنية وناس مختصين ليش يقول لك دائما جيب ناس مختصين حتى مثلا أنا أشاهد الدوري أسجل ملاحظاتي على بعض اللاعبين المشكلة إحنا نشوف لاعب موجود في نادي معين ما يقدم مستوى وكان مستوى سيء وهزيل وين يجي يلعب ينتقل إلى الزوراء ينتقل إلى فلان نادي زين وإنت شخصكم لهذا ببعض أنت غيرك استبيانات اللاعب يجد لعب كذا شنو وضعه شنو مستوى هذه حتى بعدين استقطبه استقطابات نادي الزوراء حقيقة استقطابات ما احترام الشديد لم تكن بالمستوى المطلوب يعني الزوراء فقد أفضل ضحها بأفضل لاعبين هو زاهر ميداني وحسين عبد الواحد العام الزوراء كان حقيقة في منطقة الوسط فريق متكامل جدا زاهر ميداني وحسين عبد الواحد هم يتحكمون بإيقاع المباراة فقدهم اثنيناتهم عوضهم لكنه حقيقة التعويض غير كافي محترام الشديد لكل الأسماء يعني بدأ مسائل ترقيعية وبالتالي فقد لمستنا بالزوراء يعني من شاهدنا مباراة مع نفط الوسط الزوراء مو الزوراء بطيء جدا توظيف غير صحيح انتقال اللاعبين بشكل بطيء تعرف لؤي كان معزول عن الوسط لاعبي الوسط لاعبي الوسط مثلا حيدر عبد الامير أنا بأعتقد أنه حيدر عبد الامير نفترض على نادي الزوراء أنه يتواجد في المناطق الخلفية يعني قلب رفاع لاعب لديه إمكانية لديه خبرة لديه عقلية قادر على قيادة الفرق من خلف فكل هذه الظروف حقيقة عكسة وين أبو جي الكادر التدريبي فلذلك أعتقد أنه المظاهرات يعني لازم يصبر الجمهور طيب أنا راح أقاطعك حتى أيضا يتكلم كابتن علي راح نشوف التظاهرات وأخذنا يعني حقيقة اللي يتحدث واحد أو اثنين من أولتراس الزوراء وبعدها راح نشاهد الكابتن فلاحسن رئيس نادي الزوراء أيضا رد على هذه التظاهرات دعونا أولا مشاهدين الكرام نتابع التظاهرات اللي يعني أقيمت هذا اليوم أمام بوابة نادي الزوراء ثم نعود اشتركوا في القناة 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 لأن أساءوا الاسم الزوراء بالكامل كابتن لا احنا الفريق صانديني حتى لا يقولون انه احنا يقولون نقطة ضعف ويقولونهم عكاسة يتكون عليها يقولون مثلا هاي المظاهرات اثرت على الفريق والنتائج الفريق لا احنا ماشيين ويا الفريق وللاخر رمق لكن كابتن يعني الادارة ما ادري شيء يعني شيء عجيب غريب مستمر مستمرة الحد ما يطلعون لا يظنون انه غيره واني من اجيه تس المظاهرة ان يدري راح يصير يعني من اجيه دريت راح القلباب مسدود لان سبقوا وان سدوا الباب علينا وطردونا مذاك ناديني هاي شيء متهم ما اعرف بعد اذا يطردني من النادي ما لي وخليني واقف بالشارع وينقطع السير الشر راح يصير تطور يا اخي هالبلد هذا مغادري تريد تخدم به انت احنا طبعا شغلنا كله على المدرج هذا ربي يشد لي ربي هذا يشد لي بعد كم يوم هاي ذاني تخلى بيها تراب شغلنا دعم ذاتي بين الفيتر بين الفيتر بين الوسطة مع العمالة اللي بيهم آني وسطة بين الممثل بين الطالب كلية اللي من القوت مانة ونجمعها ونسوي بها رسم على المدرج وهم كانوا يقولون احنا نفتخر بشغلكم هذا لكن هم مفاجئونة يا اخي يا اخي النادي ما اخذ دوري انت ليش يشد تجي تسوي بي زين انت غير انت تسعى انه الفريق انتعدك بطولة سيوي ليش يشد تسوي بي تطلع المدرب تطلع اللاعبين المحترفين اعتمدت على الشباب يعني مع الاسف والله الحجة هواية ونشكر من خلال قناتكم اخواننا القوات الامنية هم واجبهم هذا احنا ما اريد نسوي انا هسا يمكن اقدر اقولهم انا اريد اطب هذا النادي هذا النادي نادي لكن حتى منصر غير اعمال شغب او ما شغب خلينا هنا احنا حتى لو بهذا التراب السبويس اللي ذابنا بي فلاحسن نستعد نذبه نستعد بطين على مدناد الزورة نطالب به من الاحذ ما ننتظر الفارج مرة بالعالم مظاهراتنا مستمرة وهاي بداية نهايتهم ان شاء الله يعني وجهة نظرك ان راح يستمعوا لكم الادارة ان شاء الله يستمعوا لان النادي الكيان ملك الجمهور مو ملك الادارة او رئيس نادي او مدير نادي فالنادي الكيان ملك الجمهور فضروري يستمعوا لمطالبنا وضروري استقاله احنا مستمريين مظاهرتنا مستمريين باقين مظاهرتنا احنا فريق وحتك تكرر مواعيدها ان شاء الله ومواعيدها قريبة يعني ما تكون بعيدة مواعيدها والنادي والكفريق وكادر تدريبا احنا دعمين إذن يمكن هذا مختصر للتظاهرات توضحت مطالب اللي متظاهرين أمام بوابة النادي خلونا نسمع رئيس النادي قبل ما تعلقوا لي أننا حقيقة ناقشنا ونشاهد رح نشاهد رد الكابتن فلاح حسن رئيس نادي الزوراء وعلى أساسه نقيم الموضوع مشاهدين الكرام تعالوا معي للنتابع أكثر المظاهرة صارت طالعون جمهار زوراء ضد الإدارة من وجهة نظرك أنه هذا الأمر شخصي أعطي نسبة يعني بنسبة 75% أمور شخصية وهذه متهمنا إحنا طالما إحنا عملنا في مجال الرياضة وكرة القدم نعرف هناك تحديات كبيرة ونعرف هناك أساليب خاصة لو نذهب إلى انتخابات الرياضية أيضا كالانتخابات السياسية عملية الانتخابات عملية بها مكر ودها واستعمال كل الأساليب وهذه واحدة من الأساليب الرخيصة لا أنا لا أريد أن أظلم الآخرين أنا رجل يعني كلامي محسوب على اعتبار أنا رئيس نادي جماهيري كبير لذلك لا أريد أن أقول هذا هؤلاء يمثلون جزء بسيط من جماهير نادي الزوراء العريقة الكبيرة التي لها تاريخ يعني مشرق ومشرف في عملية دعم الفريق والآن الفريق عندما يكون في أزمة يجب أن تكون الجماهير الرياضية الزورائية مع الفريق نحن لا نحتاج الجماهير عندما يكون الزوراء بطل الدوري نحن نحتاج الجماهير عندما يكون الزوراء في وضع قلق نحن الآن في بداية الدوري الأخوان ليس لديهم خبرة في الحسابات ما زال الدوري ينقلب مئة مرة لأنه طالما هو ماراثون طويل لذلك تتوقع الفريق الآن الذي في الصدارة قد يكون عندما تلعب أربع أو خمس مباراة تكون في الوسط أو تحت وهذه مسألة ندركها نحن ولدينا أمل وثقة كبيرة بأنه نادي الزوراء سوف يعود إلى الواجه ما ممكن الإدارة ترضخ لمطالب الجمهور يعني الإدارة باقية لحين الانتخابات وما هي مطالب الجمهور الجزء من الجمهور أنا أعترض على كلمة الجمهور الجمهور قاعدة عريضة كلش لكن هؤلاء يمثلون جزء بسيط من جماهيرنا التي تقف في وقت الشدة لذلك نحن هيئة إدارية لا نرضخ إلى أي مطلب من غير واقعي وغير حقيقي ومبالغ فيه هذا هو عملنا طيب فلا حسن يرشح الرئاسة بالانتخابات القادمة؟ أكيد 100% ومرحبا بكل من يريد أن يرشح على الرئاسة وعلى عضوية الهيئة الإدارية لنادي الزوراء صناديق الانتخابات سوف تكون مشرعة لكل من يريد أن يرشح للانتخابات أهلا وسهلا به ودعه يستعمل الطرق الشريفة في الانتخابات إذن كلام واضح لكابتن فلاح وأيضا الجمهور أيضا كلام واضح تعليقك كابتن علي أشوف كابتن هو الزوراء رقم صعب جدا في الدوري العراقي لذلك من الصعوبة أن نشوف نادي الزوراء يمر بهالحالة الموسم الماضي بطل دوري من أمور بسيطة إمكانيات بسيطة لاعبين نعم خبرات لكن الأمور المالية ما كانت بالدعم الموجود هم مصدرين وقبل الدوري بأيام أو بعد الدوري استلموا مستحقاتهم لكن أقول أنه شوف الطرفين محقين نعم الجمهور يريد بطولات يريد إنجازات الزوراء لا يقبل القسمة على أثنين أنه كل الفرق الجماهيرية بما فيها الزوراء يجب أن تستقطوا في كل موسم لاعبين على مستوى عالي سواء كانوا محترفين أو لاعبين المحليين لذلك هذا الموسم بعد انتقال عناصر مهمة جدا من لاعبين هذه الزوراء لم تستقطب إدارة الزوراء أفواً ومدربي الزوراء اللي قائمين على الفريق في المرحلة الأولى أي لاعب استطاعت أن يكون خلف للاعبين جيدي لذلك شاهدنا المستوى شاهدنا العناصر لربما ما تكون هي اللي تستحقنت مثلا نادي الزوراء نادي الزوراء هذا الموسم يعني افتقر إلى اللاعب اللي يصنع الفارق مثلا افتقر إلى كون فريق يلعب كتيم لا للمرحلتين نقطتين مهمة جدا أنه اللاعب اللي كان باستطاعته أنه يكون هو العنصر البارز مثلا زاهر ميداني كان في الموسم الماضي كقائد في منطقة الوسط كان يصول وجود في سبيل تحريك دارة الكرة يمين ويسار ومن ثم إيصالها إلى اللاعب المهاجم حسين علي أيضا على لاعب زهرة كان قائد مهند كان هداف هذا الموسم حسين وزاهر تقلوا إلى فرق أخرى مهند طلاح احتراف علي لطيف أيضا أنا شون البديل اللي كان مفترض أنه أجيب غير موازن لهؤلاء اللاعبين أو أفضل من عدهم الزوراء يستحق هذا الشيء لكن للأسف الشديد ما كان هناك استقطابات ممتازة بل استقطابات ضعيفة جدا وشاهدنا نتائج اللي جاتيه ورأيك بما قام بي جمهور الزوراء شوف حق مشروع لكل إنسان أنه يظاهر بطريق المشروعة بما يكبل له القانون لذلك الزوراء مو ملك شخص والزوراء ملك الكل لكن أقول إنه الإدارة جاية بطرق طبيعية بطرق مشروعة بانتخابات لكن أنا أقول إنه على الكابتن فلاح طبعا شوف أنا يمكن من أول المنتقدين للكابتن فلاح في الموسم الماضي قلت له يجب أن يتنازل عن بعض الأمور في سبيل إنه يمشي أحوان النادي يشوف الجمهور يشوف مطالب اللاعبين يعني يمكن موسم الماضي فيما يتعلق بالأمور المادية بالتأكيد طلابت إنه يتحرك يتحرك لإن كان مسافر أو شي لكن أنا أشوف أنه والأخبار اللي وصلتني بالأحكس كان أداء ممتاز جدا إداريا نعم وأدار النادي بشكل ممتاز بشكل جيد جدا يحسد عليه حقيقة بأموال قليلة المحاسب الوزارة وليس النادي لكن أقول هناك لربما من يحرك البعض في سبيل أغراض شخصية لكن أقول يجب على الكابتن فلاحسا أنه هو رياضي إنسان حقيقة معروف في كرة القدم أن لا يرضخ لأمور بل يجلس جلسة أخوية مع الجماهير شنو مطالبهم الاستقالة خلي يكون الجمهور بعيد عن هذا المطلب لأن هذا المطلب بعيد الاستقالة لا تأتي حقيقة بالأمور الجبرية من المستحيل أن تستقيل أنت جايب بانتخابات شرعية مصادقة عليهم قبل الوزارة الشباب الرياضي لذلك يجب أن يجلس الطرفين حتى يحل مسألة الفريق لكن عندي أخال في الكابتن فلاحسا أنه فريقك لهذا الموسم مزين فريق يبتقر إلى الكثير من المقومات لذلك أنه النتائج السلبية بتأكيد ستستمر معك أتمنى ما تستمر لكن ستستمر حتى نهاية الدوري وزورة ما رح يحصل على بطولة في هذا الموسم وعنده مشاركة آسيوية أكيد لذلك أنا بس بهذه النقطة أقول أنه هناك متغيرات لكن متغيرات لا تحدث في كل حين بل يجب أن تكون هناك أدوات باستطاعتها أن تكون هي المحرك الحقيقي لأن هذه الزورة حتى تتغير شيء كابتن جبار راح نشوف أيضا زرنا معسكر نادي القوى الجوية راح نشوف أيضا معقل نادي القوى الجوية وبيتك الثاني نادي القوى الجوية بشأن نتيجة مباراتهم مع نادي أمانة بغداد وأيضا راح نشوف الاستطلاع بشأن حمادي ومنافسة على لقب أفضل لعب آسيوي أولا دعونا مشاهدين الكرام نتابع هذا الاستطلاع الخاص بمبارات نادي القوى الجوية وأمانة بغداد من موجهة نظر الفريق الجوي في مباراتنا الأخيرة مع فريق بغداد خمس نصف فريق أو أكثر من نصف فريق وأعتقد كل مشاهد المبارات أفضلية ثلاث نقاط إلى القوى الجوية لكن الحقيقة التحكيم أنا لا أقول أنه التحكيم متقصد لكن حقيقة بأخطاء تحكيمية واضحة للعيان ويمكن حتى المحللين والفنين هم من سهم أن تذهب النقطين من رصيد القوى الجوية بل إحنا كنا الأحق في كل شيء رغم هذا النقص العدد الكبير ولذلك إن شاء الله نسيرين بهذا الاتجاه مع العلم أننا نسعى أن نخلق فريق إن شاء الله في أثر التنقلات الشتوية فريقنا مقتدر لكن نسعى أن نخلق فريق أكثر اقتدارين لأنه طموحنا جوية إن شاء الله يحقق لقى بالدوري هذا الموسم لكن طموحنا أنا كاستراتيجية كباسم قاسم أفكر أنه القوى الجوية يحتكر إن شاء الله البطولات لخمس سنوات قادمة إن شاء الله والله سرقة الفوز في وضع النار يعني سرقة الفوز حرام بينما حالات حالة حمادي حالة حالة حالات صارت ضربة جزاء من تحت تثبت المهم قدر الله ما شاء فعل التعادل صار هو رضى الخصم مرضانا احنا كفريق بس تجي تسألني يقولك عند غيابات أمجل بشار همام على الجبار غيابات كبيرة يعني تعويض صح اللاعبين أبوا ومقصروا اللاعبين أدوا الواجب ما مطلوب عليهم بس كفكر عام تحس احنا شعرنا بالفريق بيننا فريقنا هذا ضرور أن راح نفتخر به لأن عدنا بهالغالبية 50% ملاعبين مموجودين وأدى واجبة بصورة صحيحة وضاع الفوز وبضاعة الفرص هم الحقيقة يعني أنه تعادل كانوا بطعم الخسارة ضيعنا أكثر من الفرصة وكننا الأقرب يعني الفوز بأكثر من المناسبة خاصة أن تجد أداء حكم يعني أخطأ بعض القرارات خاصة ضربة الجزاء وبعد الإعادة تضع أنه الهدف حمادي يعني مو مسألة هدف صحيح أعتقد أنه هذا خطأ غير مقصود أضافنا الظروف اللاعبين اللي غابوا عن التشكيل أكثر من خمس لاعبين مهمين لكن الموجود أدى والتوفيق لهم حالف نموها المباراة إذن هذا الاستطلاع كان خاص بالمدرب والمساعد واللاعب أسامة علي شنو رأيك باللي تحدثوا به يعني الكابتن باسم قاسم حقيقة أكثر تفاولاً يعني طرح الموضوع يعني بشكل واقعية أكثر أفضل من المساعد المدرب وأسامة حقيقة نظرة المدرب تختلف عن نظرة البقية يعني هو ينظر إلى مشروع القوة الجوية أنه فريق فعلاً هو قادر على أن ينافس نعم يمتلك مقومات النجاح يعني تحسب الإدارة خطفة بطولة الكاس هذا أمر لازم نعترف به أموال موجودة بالقوة الجوية نعم تتأخر بس أموال موجودة عناصر موجودين ففريق يعني حقيقة يعني قادر على أن ينافس هو بقوة مباراة بغداد يعني أنا أختلف يعني قوة الجوية مليئة بالنجوم حتى ولو غاب بشار وهمام وأمجد وعلي جبار يعني مع جل الاحترام للعابين متميزين لكنه عند البدائد وقادر على أن يحقق النتيجة لكن بعض الأحيان تحتاج إلى التركيز عالي جداً نشوة الفوز لا زالت من تدخل النادي موجودة في بطولة كئس الاتحاد فهذه المسألة يعني يجب أن يغادرها الفريق وعلى الكادر التدريبي حقيقة أن يتعامل أو يصل بلاعبيه إلى التركيز العالي نعم ودخول الدوري دورنا طويل ومباراتنا القادمة مبارات صعبة أعتقدوا هي نفط الوسط نعم فيجب حقيقة أن يكون وضع الفريق أفضل نعم بغداد في ملعبه ليس سهولة تفوز عليها ملعب بغداد يساعد فريق بغداد في اللعب كذلك نعم أتفق مع الكابتن باسم قاسم في قضية أنه التحكيم يعني حسب يعني ما شاهدناه أنه هدف حمادي كان صحيح نعم لكن هي هي كرة القدم يعني بعض الأحيان أنه التحكيم قد حكم بشر ممكن يخطئ لكنه أعتقد أنه الفريق بدأ مجهدا بدأ مجهدا في مبارات بغداد هناك تعب واضح الشوط الثاني تحديدا أي يعني بدأ يخفض مستوى الفريق لكنه كرتم بفريق يعني شفتها يعني حقيقة لا كان متوازن طيلة المبارات لكن اللقاء انخفض قليلا قلت لك واضح الجهود يعني الفريق بغداد حقيقة دائما ما يستخدم اسلوب الوفاجئة أنه هو بالشوط الثاني يعني يعني ضغط لفترات قليلة لكنه يعتمد على الزيالة العددية فريق بغداد سجل عليه بحالة ثابتة نعم حمادي شون سجل هدف سنتر شو تقدر يسجل هدف يعني جزاء كانت حقيقة ما تحدث يعني لاعب يعني دخل منطقة الجزاء لكن أكون مدارفة عمام استعجل يعني يمكن أحمد عبدالأمير في عاقة اللاعب أعتقد أنه القوة الجوية لا زال الفريق يمتلك الحضور لا زال طريق عند ثلاث مباريات وفوزيا وتعادل أنا حقيقة أحترم جدا الكابتن باسم قاسم حقيقة شخصية متميزة تحياتنا إلى نعم وأنا باعتقد أنه كابتن باسم قاسم قادر على أنه حقيقة يصل بالقوة الجوية إلى منصة التجويد إن شاء الله أيضا هناك أمر يتعلق بنادي القوة الجوية هو ترشيح حمادي المنافسة على لقب أفضل لاعب آسيوي بداية دعونا نشاهد هذا الاستطلاع عن هذا الموضوع وبعدها نأخذ فقرة السوشيال ميديا أيضا تتعلق بي حمادي وأمر آخر يتعلق بدوري الكرة ومشاهدين الكرام تعالوا أولا نشاهد هذا الاستطلاع ترشيح حمادي ليفضل لاعب آسيوي ما أجم من فراغ لكل مجتهد النصيف اللعبنا المحبوب حمادي قدم ما قدم وحسابات الأرقام يستحق حمادي ولهذا كان ترشيحا من فراغجة يعني هو هدف الدوري العام الماضي هدف الاتحادة يسوي أفضل لعب بطولة الاتحادة يحقق إنجاز مع فريقه فكل مؤشرات الشيري لأنه راح يصير تنافسه قوي على اللقم فإذا كان الاختيار وفقه المعاير وفق حساب الأرقام فنعتقد أنه حمادي راح يكون أفضل لاعب آسيوي نتمنى هذا وإذا تحقق هذا يشوفه فخر أولا للعراق وفخر للرياضة العراقية وبصورة خاصة فخر لناد القوة الجوية الرياضية حضوظ حمادي تقريبا هو الأقرب لأن حمادي تقريبا أنها اختير أفضل لاعب في المباراة الأخيرة واختير أفضل لاعب في البطولة وأيضا حصل على البطولة كان عمور الأقرب إليه وخسر المباراة النهائية أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله حمادي يحصل هذا اللقب ينظم إلى الألقابة السابقة إن شاء الله إذن بعد هذا الاستطلاع دعونا أيضا نتابع السوشيال ميديا متعلقة باختيار حمادي للمنافسة على لقب أفضل لاعب آسيوي خلونا نتابع الآن اللاعب أحمد إبراهيم كاتب الغالي أبو صقر كابتن حمادي أحمد الله يوفقك يا رب وكنا معك الصديق أو الزميل علي نوري حقيقة كاتب كثير كاتب كثير أيضا الزميل حسن صاحب ادعمه بين بلدكم فتاة الملوية وأيضا الكابتن نور صبري كاتب من كل قلبي أتمنى أن تعود بجائزة أفضل لاعب آسيوي لأنك تستحق والعراق يستحق بالتوفيق أيضا ما يتعلق بالدوري الزميل محمد هيشل كاتب على ملعب كربلاء المباراة ستكون ساعة سبعة بين مانة بغداد وفريق كربلاء أتمنى من جمهور مدينة كربلاء مؤازرة فريقهم وحضور المباراة المهمة يوم الخميس القادم مع نادي بغداد في الساعة السابعة على ملعب كربلاء من الجدير بالذكر أن هذه المباراة ستنقل عبر العراقية الرياضية ستكون أول مباراة رسمية تلعب في المحافظة على الأضواء الكاشفة نتمنى التوفيق للفريقين حقيقة أيضا سنتحدث عن حمادي اختيار المنافسة على أفضل اللعب آسيا وزميننا أيضا مصطفى العبطان أرسلنا من دولة الإمارات المكان والتوقيت المكان فيندق قصر الإمارات والساعة السابعة مساء وإن شاء الله نحاول نغطي هذا الأمر وحتى نكون بالمباشر مع الجمهور الرياضي خلينا نتكلم على ترشيح حمادي كأفضل اللعب آسيا حقيقة أنا سعيد جدا أنه حمادي بن بلدي راح شاركت بفطولة أو استفتاء يمثل العراق لكل بهذه الظروف بهذه الوضع اللي يمر ببلدنا نشوف أحد أبطالنا راح ينافس على لقب أفضل لاعب في آسيا وهذا أمر يسعدنا جدا حقيقة حمادي لاعب مشتهد لاعب ممتاز الدور العراقي يشهد بكثير من الجولات هداف بارع جدا في منطقة الجزاء يسجل من أنصاف الفرص لكن لم يأخذ فرصتهم على المنتخب الوطني ربما هذه قللت من الحظوظة أو راح تقلل من الحظوظة حتى في الاستفتاء في اختيارك أفضل لاعب لأن هناك تقويم هناك من قبل التحادل الآسيوي أنه عدد أهدافك مع المنتخب عدد بطولاتك مع المنتخب كل هذا الأمر يحسب الحسبان حمادي حقق إنجاز مع القوة الجوية بحصوله على كسر التحادل الآسيوي وهذا أمر أسعدنا جدا أتمنى من الله عز وجل أن يوفق حمادي وأن يكون هو صاحب اللقب إن شاء الله كابتن جبار بهذا الصدد أيضا والله حقيقة أولا يعني هن الكابتن حمادي حقيقة على المستوى الكبير الذي قدمه خلال السنوات الماضية يعني حمادي كان فعلا قال أيضا بنفس الوقت يعني لابد أن نشير إلى محمد داود أيضا ترشيحك أكيد يعني أتمنى عنهم كل التوفيق يعني حمادي يعني فعلا كان يعني الركيز الأساسي لنادي القوة الجوية هو من يترجم فرص النادي هو من حقيقة ينقض النادي في اللحظات يعني عندما النادي يحتاجه خاصا في بطولة الاتحاد لاسوي كمنافسة تعتقد أنه يعني ممكن حظوظة أو كفة تفرراج على عموري تحدي لأن المنافسة أعتقد محصورة بين وبين عموري اللاعب الإمارات أنا أعتقد يعني هسا ما أريد حيز لحمادي لكنه إنجازات حمادي مع نادير قوة جوية إنجازات كبيرة جدا خاصة هذه البطولة عموري لاعب منتخب يعني ممكن أنا أعتقد حسابات الاتحاد الأسوي غير ما حساباتنا بعض الأحيان إن شاء الله هذا اللي نتمنى هم يضعون درجات معينة لوضع موين حقيقة يعني معايير تختلف عن ما نفكر به وتقييمهم غير تقييمنا من ناحية يعني الأسس اللي أسس التقييم تختلف يعني حقيقة ما لنا اطلاع كبير على أسس التقييم فعلا هم عندهم يعني معايير تصنيف المنتخب ومستويات معينة يعني أعتقد إذا تصنيف المنتخب خليه سكت عموما إحنا حقيقة إذا ما يعني الكفة مالت لحمادي وإن شاء الله يتوج باللقب فهذا فخر حقيقة للعراق والكرة العراقية تحديدا وليس لنادي القوة الجوية تحديدا يعني يعني حقيقة كل لاعب عندما يقدم الكثير لنادية ولبلدة أيضا حمادي كان حقيقة هو فعلا ماردى قول لم يأخذ فرصة بس يحتاج لفرصة أكثر صبر على حمادي مع المنتخب الوطني ولو يعني ملاحظاتنا علي أنه آخر فترة يعني عدم التحاق مع المنتخب يعني كانت فرصة كبيرة لو التحق مع المنتخب الوطني أموما يعني يترجم جهوده حقيقة بحصوله على جائزة أو بترشيحه هذا اللي نتمنى هذا اللي نتمنى هو دخول المنافسة أيضا شيء إيجابي فأعتقد حمادي يعني يعني لاعب القوة الجوية حقيقة حقق يعني أشياء كنا معنا هذا القوة الجوية لكن لم نحقق له كثير من الأمور نعم كنا نطمح أن نكون معنا دينة أنه متوج بلاقب معي لكنه يعني إن شاء الله يستحق وإن شاء الله يتوج عموما أيضا هناك يعني خبر حقيقة إيجاني من خلال اتصال هاتفي تعلق بالإعلام والوفود الصحفية اليوم كان اجتماع ما بين نقيب الصحفيين رئيس الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية ومستشار نقيب الصحفيين مع اللجنة الأولمبية بشخص رئيسها مديرها التنفيذي وأعضاء المكتب التنفيذي عضوين أو ثلاثة استمر حقيقة حتى المساء النتيجة كانت أنه الأمور عادت إلى نصابها الصحيح وأمر تسمية الموفد الصحفي عادت إلى اتحاد الصحافة الرياضية المستشار نقيب الصحفيين اللي يعني حقيقة اللي رفضنا بهذا الخبر عموما أيضا وحدة من الأمور المهمة اليوم أيضا واللي حقيقة تفرحنا بشكل إيجابي رغم أنه ما حصل شيء على أرض الواقع لكن ممكن مستقبلا اللي هي زيارة غفض العراق إلى الفيفا الوزير الشباب الرياضة الاستاذ عبدالحسين عطان وأيضا الرئيس الاتحاد العراقي ورئيس الاتحاد العراقي الأسبق أيضا كابتن حسين سعيد زارو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تمخض اجتماعهم مع رئيس الاتحاد الدولي عن حقيقة زيارة لجان إلى العراق من أجل تقييم الموضوع وبعدها ممكن يجتمع الفيفا لمسألة إقرار رفع الحضر عن الملاعب العراقية أو حتى رفع جزئي الوفد ذهب بملف كامل لوجستيا أمنيا يعني أمور كثيرة حقيقة نحن بالنسبة أنه مو رفع حضر لكن اللقاء وما تمخض عنه اللقاء شيء إيجابي نتمنى أنه يعزز أو تعزز هذه الزيارة بأمور فعلية على أرض الواقع من ناحية إكمال كل الأمور اللوجستية اللي نعرفها إحنا جميعا في هذا الأمر خلينا أيضا كباتل نتحدث عن هذا الأمر حتى ولو بالشيء القليل قبل أن أقرأ التعليقات والرسائل في آخر المطاف حقيقة نبارك مجهودات سيد وزير الشباب مجهودات كبيرة لكن لا نعرف من أين تؤكل الكتف إذا ترفع الحضر هناك دول دائر مدارك هي سبب بقاء الحضر عليك إذن الأمر سياسي أكثر المفروض أولا على الاتحاد الأسوى أن يقتنع برفع الحضر على العراق ويشارك حقيقة الاتحاد العراقي برفع الحضر وحدك كاتحاد تذهب إلى الاتحاد الدولي وما ما راح تسوي شيء لأن الاتحاد الدولي مو فقط لجاني يعتمد على منظمات معينة تنطي حقيقة تقارير سووعية عن الوضع في بعض البلدان اللي عليها حضر فهذه اللجان كيف ستتعامل إياه فالقضية سياسية تحتاج إلى أموال يرفع الحضر عليك كابتن علي مثل ما كابتن جبار يقول أن الأمر السياسي بحت والدليل أن هناك بلدان وضحها العام أسوأ بكثير من وضع ومحتلة ومن ضمنها فلسطين نرى المباريات داخل أرضها هناك الصومال وغيرها وغيرها كل هذه البلدان وضحها أفضل من هذه جنوب الآن العراق سوريا الصومال السودان الآن هذه حضر على ملاعب القصد لماذا فلسطين شنوه لا موجود فلسطين تلعب دولة محتلة إذن شنوه لكن أقول أن الأمر سياسي بحت لذلك أرى أن هذه الأمور كلها لن تحل إلا بالطرق تعتقدون أنه أيضا الأمر ممكن أنه هذا أمر زيارة اللي جاء ممكن يتغير خلال الفترة القادمة أو المدة القليلة يتغير مع تغير الوضع السياسي لكن أقول أنه هالرجل هذا وزير الشباب الرياض حقيقة تحياتنا إلى نعم مشتهد بكل شيء يعني سباق بعمل الخير بعمل أي شيء لكن أمر مهم حتى يعرف الجمهور هو ما بيد شيء لا على الاتحاد العراقي ولا على اللجنة الأولمبية هو رجل وزير الشباب الرياض لكن أي قرار ما يقرأ تعتقده ضد أحد أو ضد اللجنة الأولمبية أو تحاد كرة القدر على رغم من أنه هو بسؤول الجهة الحكومية أي لأن أغلب الناس ترى خاف عن هذا الأمر لذلك أنا حقيقة انشت به رجل يحب الخير يحب الدعم للرياضة على رغم أنه الرجل ليس رياضي لكن هناك ليس شرطا أن يكون وزير شباب أو رئيس لجنة الأولمبية أو رئيس نادي رياضيا هذا مفهوم خاطئ لكن شرط أن يكون ناجح إداريا عنده خبرة في إدارة المؤسسة الذي يقودها هذا الأهم بالتأكيد لذلك كثير من الرسالة لم يركلوا أي كرة لكن عملهم إدارة ممتاز أو يعني ممكن لعب طائرة لعب سلة لعب كرتية مو شرط يكون رياضي أقول إداريا ممتاز إداريا ممتاز إذا أردت أن ترفع الحضر فاذهب إلى دول الخليج تمام هاي مختصر راح أقرأ راح أقرأ بعض التعليقات الصديق ناصر عامر يقول ما هو سبب تأجيل مباراة القوى الجوية نفط الوسط ألمن أنه الاتحاد العربي أجل لعبة نفط الوسط مع الجيش السوري إلى يوم 24 الصديق يحيى ساجد يقول السلام عليكم وعلى الغيوف من المعيب على إدارة الزوراء تغلق الأبواب بوجه جماهيرها ولو كانت لهم الثقة بأنفسهم كان واجهوا الجمهور الصديق موسى متكلم عن البث المباشر الصديق وسام سليمان من كندا بعد التحيات دورينا والمنافسة الضعيفة مباريات عادية لا يوجد فيها إثارة ولا متعة ولا خطط ما المشكلة البنية التحتية مسلوب المدربين القديم سؤالي إلى ضيوفك الكرام هل دورينا قادر على صناعة لعبين يمثلون المنتخب وهل قادر على إظهار فرق تشارك في دوري الأبطال الآسيوي ليس بطولة الاتحاد الآسيوي اللي هي بتصنيف ثاني وشكرا شكرا إلك الصديق جواد أبو علاء تحياتي إلك دكتور وللنجمين المبدعين جبار وهاشم وعلي وهيب عندي ملاحظة على الدور العراقي السؤال موجه للجميع بعض الأندية العراقية تمر بضائقة مالية وأعني بالذات نادي الطلبة متعاقد مع لاعبين أفارقة ليسوا بالمستوى المطلوب ويوجد لديه لاعبين محلين أفضل بكثير من الأفارقة الكابتن عبداللطيف كاظم تحياتي إلكم عفوا نجمان كبيران لهما معايشات قوية حضور دائم لدورينا بالتأكيد سيكونان عند حسن ظن المشاهدين أحمد خلف صديق أحمد خلف هل نفط الوسط يستحق الصدارة ومن هو أفضل لاعب في الدوري المحلي حتى الآن أعتقد يعني الآن ممكن نقول هذا أفضل والصديق مصطفى موسى يتمنى لكم التوفيق الصديقة لنا من السويد تثبت أنها يعني زورائية أكثر هذا اليوم بعد التحيات لم يبقى من الصرح الأبيض سوى أطلال في ظل القيادات الحاضرة الغائبة سخوط آخر في ظل التغييرات العشوائية غير المدروسة للنوارس وقائد سربها كبوة أخرى ستصيب النوارس في مقتل هل توافقونني بأن هناك عاصفة غضب تلوح بالأفق إذا استمر الحال على ما هو عليه أمنيات ودعوات أن يتقن النوارس التحليق وإلا سيكونون في آخر السرب لينا من السويد وأكتفي بهذا القدر كلمات لدي دقيقتين شنو اللي تحبون يتعلقون على هذه الأسئلة وهذه الملاحظة أنا حقيقة بس يعني لو دورين يعني سوال أنه قادر على خرق اللاعبين وأنديا لو استمر لثلاث سنوات بهذا المستوى بدون تأجيل أبقى لك أنه سوف يكون دوري على مستوى كبير يخلق لاعبين ويخلق أنديا وكذلك مدربين أيضا الصديق ناصر يقول رأيهم بمحترف ثالث يعني وجود محترف أنه الآن على دكة احتياط وقرار الاتحاد مشكلة المحترفين لازم يكون لجنة حقيقة فعص للمحترفين ليس يأتي المحترف كرشل قدامه وهذا يعتبر محترف هاي اللجنة هي تقيم تفحص المحترف وشوف مستوى تتقيم تتعاقدوا أو لا احنا المشكلة احنا ما قاعد نجيب محترفين احنا فقط كم واحد من المحترفين جيدين يعني أغلبهم سوريين وضحهم ممتاز أما الأفارقة لا يوجد حقيقة مستوى أي لا عب يعني ما سجل بصمة سوى للمحترفين عموم السوريين بس ما سجلوا البصمة الكبيرة حقا أنا أعتقد يعني يعني تاقلمهم يكون سريع لأنه اللاعب العراقي قريب عليهم الدوري قريب يعني كل الأجواء كل البيئة تكون مقاربة للمجتمع السوري أنا أعتقد هذا يساعد على كابتن علي كابتن شوف يعني ضد أي أو استقطاب أي يعني لعب محترف حسي يقول لك ليش هذا أنت ما راح تطور كرة القدم زي أنت تعاني من ضائق أمالية وتجي تزيد الطين بلا من خلال استقطابك لنجوم بأموال طائلة أي أن هناك أمور خفية أنت ما تريد تقدم تريد تأخذ الفلوس أنت كإدارة ما تريد الأمر واضح جدا والدليل أن أغلب لاعبين المحترفين بالدوري العراقي ليسوا أفضل من لاعبينه لذلك أنا أفضل أنه يكون الدوري محلي بحت ومن ثم الاستقرار وبعدها تفتح الأبواب لمحترفين لكن هذا لن يحدث بوجود إدارات تسعى من خلال المحترفين للكسب المادي طيب الصديق ناصر سأل على سبب تأجيل الجوية ومباراة الجوية ونفط الوسط أنا حقيقة ما عندي علم هذا ممكن الاتحاد الكرة ممكن هو الذي يجيب عن هذا الموضوع عموما يعني الدوري هذا أو الجولة هذه ما أشبعناها بالتفصيل لأنه حقيقة أكو أمور كنا نعول عليها وعرضناها للمشاهد لأنه أحداث يومية لازم نواكدها كابتن كابتن أكو أمر أيضا ذكر بالمخيار الرسائل طبعا كل أسئلتهم كانت ممتازة ومتابعين جيدين للدوري العراقي لكن أقول للشخص اللي قايل أنه فكر المدرب العراقي قديم بس أريد أجاوب أقول لا بالعكس أنه أغلب مدربين من المدربين اللي أصحاب شهادات الأي وكل ما في الدوريات العالمية يوصلهم سواء كان بالدورات تدريبية أو من خلال اليوتيوب أو الأنترنت هذا أمر طبيعي جدا لكن إحنا مشكلتنا بعدنا حتى هذه اللحظة ضعاف أمام الأجانب ومنحترفين وحتى الجمهور يمكن ما عنده ثقة بالمدرب العراقي مثل ما عنده ثقة بالمدرب الأجنبي بالتأكيد لذلك إحنا مدربين سابقين شون أخذوا بطولاتهم موعد مش هادة إنت لاحظ الآن أغلب المدربين العراقيين يعملون في دول نحن العراقي متميز بعقليته الظروف اللي مرت على العراق ما مرت على كل شخص لذلك إحنا عدنا أفضل المدربين لكن ليش من يطلع خارج بلده يقدم كل شي لأن كله ظروف مهيئة إلى أقول أنه مدربين عايشين بره عراقيين لسنوات ما نجحوا ليش ما نجح هم عقليته قديمة لا لهم مواكب مواكب الحدث ومواكب التطورات اللي تصير بالرياضة بس هذا جوابي على تمام أنا إحنا أنا وأقول نختم لأنه يعني نعتذر من المشاهد اليوم ما تكلمنا فنيا كثير أمور حاولنا نواكب الأحداث اللي صارت يوم أمس وهذا اليوم والحمد لله يعني عرفنا آراء الضيوف الكابتن جبار والكابتن علي بالختام واجه شكر جزيل كابتن جبار شكرا جزيلا شكرا على السباب شكرا جزيلا كابتن علي شكرا كابتن الشكر مرسول أيضا لكل من تابعنا وشاهدنا في حلقة هذا اليوم والتقانا وإياكم يوم الغد إن شاء الله نفس التوقيت حتى ذلك الحين نبقاكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا